أول شيء عندما نقول الهالة السوداء هو دائما يتبادل للناس أنها منطقة سوداء ولكن هذا التسمية تعرفنا عليها فقط ولكن لا يوجد 100% صحيح لأنه في الهالات أحيانا تكون سوداء أحيانا تكون فقط مقعارة لذلك نذهب إلى تعرف هذا الموضوع نتحدث عن منطقة محيط العين مثلا نرى هنا عندما نرى منطقة متعبة لا يوجد سوداء لا يوجد سوداء ولكن هناك تعب يشتكي من هذا المظهر المتعب يقول لك عنده سرن يمكن أن يكون سوداء ولكن كائن هنا تجويف يمكن أن يكون هنا نرى كائن ضل لا يوجد سوداء ولكن هنا نرى كائن تجويف ونرى هنا هنا هناك عرق ونرى هناك عرق ونرى أو يكون أرقق ونرى هناك عرقق يقول لك عندي زرق ونرى ونرى هذا المظهر يمكن أن يكون هناك يمكن أن يكون أسود أو بني هنا نعرف هذه الهالات يمكن أن يكون يمكن أن يكون بالعرق يمكن أن يكون تحت الجلد يمكن أن يكون تجويف تحت المنطقة ويمكن أن يكون لون سوداء 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 مثل المرأة التي بعد الحمل يكون لديها ملاس ماء ويكون لديها تقدسات مواد التي تكون في الجلد التي يتمد للون البوني هل الحلول التي تستعملهم هم يتعلقون بهذه الأسباب كما تريد هنا عندما نذهب إلى الحلول نعود إلى الأسباب السرن هو السرن يكون فيهم فارغ مثلا هنا ماذا؟ 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 هناك فارغ الذي نرسمه هو شحوم وهو عندما يفقد هذا الشحوم يصبح ارتخاء نشعر أنه يحبط عندما تقول أضحك عندما يضحك يتحسن يعني 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 الشحوم يعني أنه يتحسن وأن الشحوم يتحسن يعني نسخ نحن لك يتحسن إلى حين مشعر هل هو اللغام الذي ينزل، ندر له دعام متحته لن يزيده واللغة يرجع طالبية